اشتركوا في القناة كثرة الحديث عن ترشيحات كثيرة لرئاسة الوزراء الحالية العراق المقبلة وقالوا عن اسماء كثيرة لكن اكثر اسم تمسكوا به ورددوه كثيرا خلال هذه الايام هو اسم نوري المالكي القيادين في ما يسمى بالاطار التنسيقي يقولون ان اكثر من 80% من قوى هذا الاطار داعم لترشيح نوري المالك لرئاسة الوزراء وان الموقف من ترشيحه محسوم مع دعم غالبية قوى الاطار التنسيقي هكذا يقولون ويقولون ان ترشيح المالك لم يأتي من فراغ بل هو شخصية لا تجربة في ادارة الدولة ووضع البلاد يستدعي وجوده على رأس الحكومة هرم الحكومة المقبلة لانها تتطلب الحزم في المواقف وعلينا نقف عند هذا الحديث يقولون هو شخصية لها تجربة في ادارة الدولة اي دولة واي تجربة نوري المالكي حكم العراق منذ عام 2006 لغاية عام 2014 ثمان سنوات في حكومة العراق اكثر من 350 مليار دولار ذهبت في الفساد وفيه وشاريع وهمية هو المسؤول عنها في زمنه دخلت داعش واخذت ثلاثة اربع الاراضي العراقية واربع محافظات سيطرت عليها في عهده واجه المتظاهر واجه من خرجه في التظاهرات في 25 شباط 2011 بالحديد والنار والقتل والاعتقالات والتنكيل في عهده ضرب البصر وضرب الرمادي وضرب الناس في عهده زادت أو توسعت وتعمقت التغييرات الديمغرافية في عهده تغولت الميليشيات وازداد عددها وازداد التسليحها وزاد الاعتماد على ايران في عهده تغولت ايران في العراق في عهده كانت النبرة الطائفية هي الاساس في كل شيء كانت اللغة الطائفية والخطاب الطائفي هو الاساس في كل شيء فكيف ادار الدولة اين هي الدولة التي ادارها عندما تتحدثون عن شيء تحدثوا يعني عن شيء واقعي وعندما تتحدثون تحدثوا الى بشر لا يعرفونكم الشعب العراقي يعرفكم ويعرف تجربة نوري المالكي ويعرف كم اهضب العراق اذا كان هناك من شخصية اذت العراق وضربته في مقتل هي نوري المالكي هذا واقع الحال وحزب الدعوة وكل احزاب هذه العملية السياسية يعني دار اكبر عملية فساد في تاريخ العراق ورأس حكومتين يعني اقل ما يقال عنها انها حكومات لصوص تفاخرت كل الحكومات وهو كان يتفاخر بالطائفية ويقول الآن علينا ان نبعث برسالة للجميع انها حكومة خدمية لكل العراقيين يجب ان يشكل حكومة خدمية هو يقول وان لا تكون اقصائية لأي طرف لم يشتركوا انسحبه منها اذا كان من طرف اقصى الناس وهمش الناس ورسخ الطائفية في المجتمع ومزق المجتمع هو نوري المالكي فكيف يمكن الحديث بهذا الشكل يعني ربما هذه مثل ما قال احد الكتاب المعروفين في تغريدة له على العدوسال التواصل الاجتماعي قال هذه اكبر تفاعة سياسية في تاريخ العراق المعاصر حقيقة هذه لانه كيف يمكن للعراق ان يتحمل هذا الضيم هذا الاذى هذا السوء هذا القهر يعني بعد ان تحمله ثمان سنوات ودفع ثمن من دماء اهله ومن حياتهم العراق تحول الى مقبرة كبيرة في زمن نوري المالكي طبعا في زمن من سبقوه ومن جاءوا بعده نفس الحكاية لكن هو اسس لكل هذا الخراب شخص لا يمتلك لا القدرة الفكرية ولا القدرة الذهنية ولا القدرة الادارية ولا القدرة السياسية لا يملك شيئا جاءوا به الامريكان وجاءت به ايران وضعف على سدة الحكوم لحكم العراق وخزينة مفتوحة ومليارات الدولارات تسرق وتمزيق للمجتمع طائفية وتغيير ديمغرافي وتغيير لشكل المدن وتغيير لشكل الحياة وتغول للطائفية وتغول الميليشيات وتغول لايران اوقف كل شيء دمر كل شيء يعني البعض منهم يتباهى بأنه في زمنه يعني كثير من التعيينات للموظفين جرت هذه كارثة كبيرة هذا التراكل الذي حصل في العراق بسبب هذه الوظائف هذه كارثة على العراق كارثة كبيرة أن يصل العراق إلى أن يدفع ست مليارات دولار شهريا رواتب هذه كارثة لموظفين لا يعملون شيئا يعني هذا ليس يعني لسنا غد من يعمل ويأخذ راتب لا بالعكس نتمنى كل العراقي أن يأخذ رواتب وعيش وعيشة طيبة لكن يقدموا شيئا هناك صناعة هناك تجارة هناك زراعة يعملون في كل المجالات التي تخدم العراق لا أن يكونوا بطالة مقنعة أعداد هائلة أكثر من خمس أو ست ملايين البعض يتحدث عن سبعة ملايين منظف في العراق ستة مليار دولار شهريا رواتبه هذه كلها من ثمرات يعني من ثمرات هذه الإدارة التي يتحدثون عليها تجربة في إدارة الدولة لنوري المالك ومن جاء بعده ومن جاء قبله هذه الكارثة ربما كان الحارس الأمين لمشروع احتلال العراق ولتدمير العراق هذا واحد من العراس الأمناء على هذا المشروع الذي دمر العراق فكيف بالعراق أن يعيد هذه التجربة كيف للشعب العراقي أن يقبل بتجربة بائسة ورثة ودمرته إلى هذا الحد مرة أخرى يقبل بها ونوري المالك المستقتل أن يكون رئيسا للوزراء مرة أخرى جعل المجتمع يتمزق جعل الناس تعادي بعضها مع الأسف الشديد وهذا المجتمع مجتمع العراقي يعني متصالح مع نفسه لا يعرف شيء ولا سني ولا كردي ولا غربي يعيش قبل 2003 حياة طبيعية وبسيطة في كل ظروف الصعبة التي عاشها في كل الظروف السهلة والصعبة عاشوها متأخذ لكن جاءوا هؤلاء فدمروا البلد وشاعوا الطائفية وشاعوا ما يسمونه مظالم والأحقاد والكره هذا اللي في نفوسهم واللي في عقل ونفس إيران هذا واقع الحال فلذلك الوضع الآن يمضي من سيء إلى أسوأ ومرة أخرى أقول أن هذا الكاتب الذي كتب وقال أن هذه يعني أكبر تفاهة سياسية في تاريخ العراق المعاصر قال أيضا في نهاية جملتها أيها الخجل أين حمرتك فعلا يعني هؤلاء لا يخجلون من شيء ولا يستحون من شيء لا يخجلون من الدماء التي تلوث أيديهم من القتل لا يخجلون من الفساد والخراب والسرقة والدمار والتدمير والعمالة والكذب والادعاءات ويكفي أن الشعب كله كان يهتف كذب نوري المالكي أترككم بخير عزيزي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى لتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة